السلام عليكم جماعة الباك جاسباك كيفوزاليبيا وجاسباك تكونوا موجدين رواحكم لاختبارات الفصل الثاني اما التلاميذ اللي راهم متأخرين نتمنى انكم تختانموا الفرصة لانو الوقت يداهمونا بقنا فقط 3 شهور ونتمنى تستغلوا الوقت قدر المستطاع باش تكملوا البرنامج قبل الباك على الاقل بشهر باش هدك الشهر تبروفيتو فيه تديرو فيه ملخصات تديرو فيه تمارين تحلو فيه مواضيع سابقة وتشوفوا مواضيع مقترحة اكستيغا داكو انا قبل ما نبدالكم الفيديو تعلنهار اليوم لي باش نعطيكم واحدة نصيحة مهمة جدا للبدء في برنامج شهر مارس حبيت فقط الرد على بعض الانتقادات اللي راي توصلني مؤخرا والانتقادات لهدامة طبعا لانو الانتقادات البناءة انا نرحب بها ونستقبلها بصدر رحب لكن الانتقادات لهدامة اولا كانت الانتقادات حول واحدة الفيديو كنت ادرته لكم حول برنامج دراسي لاربع ساعات كاين تلاميذ قالوا لي احنا اربع ساعات ما تكفيناش الط unos شوفوا جماعة مش اي برنامج يساعد الجميع كاين برنامج اللي يساعدك انت وما يساعدش واحد اخر كاين برنامج اللي يساعد واحد اخر وما يساعدك ش انت هذا نظرا للظروف التي تعيشونها فمثلا تلميذ نظامي ما رحش يقدر يراجع اكتر من اربع ساعات في اليوم لانه تخيل معايا احتل الخمسة ولا احتل الربعة وهو في الثانوية فما رحش يقدر كي يرجع للدارح يكون عياني يكون فاشل يكون نعسان ما رحش يعاود يزيد يراجع السبع ساعات ولا تسع ساعات اخرى فاربع ساعات هي لطن ايديال انتاعه باش يراجع فيه واشقرة في القسم ولا يزيد يراجع بعض الامور اللي ما رحش ما راجحها ولا يلخصها اكتر اما التلميذ الحر طبعا فهدك عنده كل الوقت مثلا نهار كومبلي وتلميذة قاعدة في الضار فهدك تقدر تراجع حتى تسع ساعات ولا حتى تتناشل ساعات في اليوم عادي فالبرنامج اللي يساعدك انت ما رحش يساعد واحد اخر وهذا حاجة عادية جدا يعني هدي هذا الانتقاد الاول الانتقاد الثاني كان على دورة الفرنسية اونلاين دونك بعض التلميذ كيشوفوني حطيت الانونس تاع دورة الفرنسية اونلاين الانتقادات تجي بشكلين الشكل الاول ينتقدوا علاش الدورة رهيب ربعين الاف يعني بوغة كيين بعض التلميذ شافوا بلي ربعين الاف في الشهر غالية بزاف دكار كيين تلميذ وحد اخرين شافوا بلي ربعين الاف قليلة بزاف يعني مراش كيين تاثاهم دكار يعني بش تعرف انه هدول يقول لك ارضاء الناس غايته لا تدرك انا كيف تحت هاد الدورة فتحتها بسعر ربعين الاف بش نساعد جميع التلميذ دكار بش قاع التلميذ تكون عندهم الفرصة بش يحضروا لدورة الفرنسية بش كل تلميذ تكون عنده بش يحضر بش يتعلم الفرنسية بش يحسن من مستواه في الفرنسية لهذا نظرا لانه الدورة تاخد مني وقت بزاف وتاخد مني جهد بزاف درتلكم مالغي كأنا خاسرة دكار بس كالجهد اللي راني نبدله في هاد الدورة من تحضير الحصة من تحضير الدرس لانه الدرس احيانا اللي نحضره ياخد مني حتى يومين وانا نحضر في درس واحد دكار لكن رغم انه انا راني خاسرة لكن قلت معليش ما ندير لهمش سعر غالي كما لزوت خيب خوف اللي ديروا بثمانينالف بمئةالف بمئةينالف قلت معليش انا نعاون التلاميذ انتاعي انا احبكم في الله اعتبركم كاخوة لي فقلت معليش ندلكم سعر في متناول جميع باش كاع تقدرو تحضرو وتستفادوا معانا ولكن دائما كان انتقادات يعني ما كاش اللي يسلم من الانتقادات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتاقدوه فما ادراك انا يقولوا لك وحدين يقولوا لك درتيهون غالي بربعينالف رغم انه انا شخصيا نشوف باللي ربعينالف سعر يعني في متناول جميع تخيل معايا حصة واحدة نحسبها لك بعشر الاف يعني اربع حصة بربعينالف بغموه ستان بان بخي كاي لجاتهم غالية طبعا جماعة مشي بسيف تحضرو هاد الشي مشي بسيف انا ندير لانانس اللي شايف روحه حاب يزيد يحسن من مستوى انتاعه مرحبا به واللي شافها غالية ولا ما يقدرش مشي لازم تحضرو في هاد الحصة يعني عادي جدا اما التلاميذ اللي ينتاقدو السعر ويقولو لك باللي قليل بزاف انا صراحة قادرة ندير دورة بمئةالف بمئةينالف في الشهر عادي كما اغلب الاساتيدة في الجزائر ولكن انا نقدر دوروف الجميع التلاميذ نعرف باللي كاين اللي يقدر يخلص مئةينالف وكاين اللي ما يقدرش كاين اللي يقدر يحضر وكاين اللي ما يقدرش يعني كل واحد والدوروف انتاعه مشي قاعد الناس كيف كيف لهذا درت هذا البخي سامبوليك ودائما اعود واكرر انه حتى واحد ما اوبليجيك يحضر عندي اللي يحب يحضر مرحبا به واللي ما يحبش يحضر الدوروس تاع الفرنسية رهم موجودين في قناتي في السنوات السابقة يعني اغلب الدوروس اغلب المواضع رهي موجودة في قناتي حوسوا على الدوروس تاع السنوات السابقة رحين تلقوهم في القناة ما كان حتى مشكل هذا فيما يخص الدورة اما فيما يخص التحضير لشهر مارس فبينسور على بالكم جماعة باللي هاد الدورة او مشي الدورة خلاص كملنا بالدورة هاد الشهر را عندنا سو كن ابل لز اكزامن دونك لز اكزامن خميارمون حضروا لهم مليح دكار مشي تقول الله مشي محسوبين ما نعطيهمش اهمية لا يجب ان تحضروا لز اكزامن داكار باش تشوفوا النيفو انتعكم تشوفوا هل فعلا راكم تمكنين في مختلف المواد وتشوفوا الناقائص اللي عندكم في كل المادة باش تعودوا تريكوپيريو داكار وبينسور بعد ما يتكمل فترات الامتحانات نعودوا نرجعوا لغوتين انتعنا وللبرنامج العادي انتعنا اللي هو طبعا لازم يوميا المراجعة يوميا المنخصات يوميا التكرار باش المعلومة تبقى توجوغ في راسكم وما تنسوهاش داكار فان شاء الله كينكملوا من الاختبارات والامتحانات وتصحيح الاوراق على بالكم اللي هاد الامور تاخد بزاق وقت ان شاء الله رايح هنحط لكم برنامج لشهر رمضان الفضيل من خلاله رايحين تراجعوا اكبر قدر من الدروس بطريقة سهلة وسليسة وبسيطة ان شاء الله تكون هاد الافيديو فادتكم جماعة شكرا لكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله